مشروع خيرية إسرائيلي بتمويل إماراتي يكشف أسراراً خطيرة اتفاق التطبيع بدأ قبل ثمانية عشر عاماً معكم أميرة الشربيني أهلاً بكم مشروع خيرية إسرائيلي بتمويل إماراتي يكشف أسراراً خطيرة اتفاق التطبيع بدأ قبل ثمانية عشر عاماً معكم أمير الشربيني أهلا بكم بعد أقل من عام على الإعلان الرسمي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة يبدو أن التوافق بين الجانبين جعل العلاقة الجديدة التي تربط تل أبيب أبو ظبي أكثر متانة فضلا عن تثبيت سياسة التعاون في جميع المجالات لكن مشروع خير إسرائيلي كشف أسرارا خطيرة عن أن بداية التطبيع كانت قبل 18 عاما امتدت تعاون الإماراتي الإسرائيلي للمجال الخيري إذا كشف موقع إسرائيلي عن أكبر خمس متبرعين لمشروع خيري إسرائيلي بدأ قبل 18 عاما وقدرت قيمة مساهمتهم المالية بـ 170 مليون دولار من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لبرج خليفة محمد العبار وبحسب موقع إسرائيلي فإن الكشف عن المتبرعين جاء خلال مؤتمر الأمن الجذائي الذي عقد في تل أبيب الأسبوع الماضي مبينا أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار انضم إلى المشروع الذي يخدم العائلات الإسرائيلية في فلسطين منذ عام 2018 أي قبل توقيع اتفاقيات التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب في ستمبر 2020 وقال الموقع إن العبار وأربعة رجال أعمال إسرائيليين قدموا سرا نحو 550 مليون شيكل أي حوالي 170 مليون دولار إلى الألاف الأسر الإسرائيلية التي تعاني من الجوع والعوز وأوضح أن المشروع تم تأسيسه من قبل رجل الأعمال الإسرائيلي موتي بن موشيه عام 2003 وبدأ المشروع ب2500 أسرى نجحت في استقطاب عدد من المتبرعين بمن فيهم الرجل الأعمال الإماراتي لمساعدة الأسر المحتاجة وقد استثمر رجال الأعمال الخمسة 550 مليون شيكل في طرود جذائية للإسرائيليين من جميع القطاعات الاجتماعية على مدى 18 عاما وكان العبار أثار جدلا فيه كلمة له خلال المؤتمر الاقتصادي الإماراتي الإسرائيلي الذي عقد على هامش مؤتمر جي تيكس حين قال أنه يبحث عن علاقات عائلية قبل العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل وأضاف العبار في المؤتمر أن الأعمال التجارية مع إسرائيل ستأتي حتما لكن أنا أتحدث عن زيارتكم لوالدتي وزيارتي لوالدتك الإسرائيلية وأن يتواصل أبناؤنا مع بعض ووقعت الإمارات والبحرين في الخامس عشر من سبتمبر الماضي اتفاقتين تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفي منتصف يوليو الماضي افتتحت الإمارات سفارتها في إسرائيل في أحدث خطوة تطبيع بموجب اتفاق توسط في واشنطن العام الماضي ويقع مقر استفارة في مبنى البرصة الجديد في تل أبيب حيث وصف السفير الإماراتي محمد الخاجة افتتاح استفارة بأنه معلم مهم في العلاقات المتنامية بين البلدين وقال في الحفل الذي حضره الرئيس الإسرائيلي جديد إسحاق هرتوزل الإمارات العربية وإسرائيل دولتان مبتكرتان ويمكننا تسخير هذا الإبداع للعمل نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لبلدين ومنطقتنا ومنذ أيام ما شهدت تطبيع الإماراتي الإسرائيلي تعاوننا جديدا حيث اجريت عملية تبادل زرع كل بشرية بين مواطنين إسرائيليين وإماراتين ففي أطار العملية الطبية تلقت شابة إسرائيلية كوليا من متبرع إماراتي في حين حصل مواطن الإماراتي على كوليا من متبرع إسرائيلية يذكر أن بداية اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي كان في أغسطس 2020 حيث أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر التي وقعت في عام 1979 والأردن التي لحقتها عام 1994 كما أصبحت الإمارات الدولة الخليجية الأولى التي تقوم بذلك لتليها مملكة البحرين حيث تعمل الاتفاقية على تسوية العلاقات بين البلدين وتأمل الإمارات وإسرائيل التي تضرر اقتصادهما بفعل فيروس كورونا تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وخصوصا دبي البحث عن شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والأعمال وابقعت جانبان بالفعل عدة اتفاقات شملت تسيير حلات جوية مباشرة وإعفاء المواطنين من التأشيرات وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا ورغم أن التطبيع الإماراتي السريع مع إسرائيل أثار صدمة في الأوساط الشعبية العربية إلا أنه لفت الانتباه إلى التطورات الهامة التي ضربت منطقة الخليج في القرن الحادي والعشرين ومنها رغبة بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي في إقامة علاقات سرية مع تل أبيب من أجل مصالحها موسيقى